صباح الخير مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال الطقس من قناة النهار أول قناة إخبارية في جزائر تبقى ديم الأجواء الحارات ميز أغلب المناطق الجنوبية ظهيرة وحتى مساء اليوم بحول الله نستهل الناشطة الجوية كالعادة بصورة القامة الإصطناعي والتي توضحنا في الصورة صفاء واستقرار تيم يعم أغلب ولايات الوطن باستثناء بعض السحب الخفيفة لتكون دون فعالية إن شاء الله ستخص أغلب المناطق الشمالية وحتى على الجنوب الغربي أما بالنسبة لحركة الريح لظهيرة ومساء اليوم بحوله ستكون هناك ريح من ضعيفة إلى معتدلة وذلك على أغلب المناطق الجنوبية وحتى على المناطق الشمالية ستراوح سوعة ما بين 20 حتى 40 كم في الساعة فيما يخص توقعات الطقس لظهيرة اليوم بحول الله مثلما نشاهد في الصورات قادم الأجواء المستقرة المشمسة والصافيات ميز أغلب المناطق الشمالية وحتى على مناطق الجنوبية مع بعض السحب الخفيفة لتكون دون فعالية بالإضافة إلى كل هذا زواب رملي أيضا تبقى دائما تخص الجنوب الغربي كذلك على الواحة وسط الصحر وحتى على منطقتين إليزي وجانات فيما يخص درجة حال قصوى لسجلوها لظاهرة اليوم بحول الله ستصل إلى حوالي 48 درجة بمدينة أدرسة 40 درجة سجلوها بعين صلحة 44 درجة سجلوها بمدينة غرداية 43 درجة بورقلات 42 بمدينة تيندوف 38 درجة بالمناطق الشمالي سجلوها بمدينة الأغوى 30 درجة بيتزوزو 28 بكل من عنابة كذلك الجزائر العاصمة 30 درجة بوهران 34 درجة ببتنة و38 درجة سجلوها بمدينة البيض فيما يخص توقعات التقصى لمساء اليوم بحول الله مثل ما نشاهد في الصورة ستكون ليلة هادئة مستقرة وصافية تميز دائما أغلب المناطق الجنوبية وحتى على المناطق الشمالية فيما يخص درجة الحال سجلوها اليوم فلإن شاء الله هي الأخرى ستصل إلى حوالي 17 درجة بجزا العاصمة 19 بكل من عنابة ووهران 18 درجة بالجلفة واتيت حتى 26 درجة بمدينة بيتنة 26 بالأغوى تسجلوها 31 درجة بكل من مدينة أدران عينسلح حتى غرداية 28 درجة ببشر 24 بتامنة و32 درجة بأقصى الجنوب نمر الآن لا يطلال خفيف على السواحل الوطنية حيث سيكون البرحة للسواحل الغربية بحر قليل إضطراب وفق رياحة مختلفة الاتجاه تروح سوعة ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة في حين على السواحل الوسطح يكون بحر كذلك قليل إضطراب لكن وفق رياحة غربية إلى شمالية غربية تروح سوعة ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة أما على السواحل الشرقية تبقى دائما بحر يكون بحر قليل إضطراب إلى مضطرب وفق رياحة غربية إلى شمالية غربية تروح سوعة ما بين 30 حتى 50 كم في الساعة بهذا مشاهدنا الكرام أصدقائكم لختم نشرتنا دمتم في رعاية لا وحفظه